نادي الأهلي سعيد إن أنا موجود معكم وحنا كمان بجد يا رشاد وخلينا نبدأ بقى لأن أنت كنت معنا أنا فاكرة كويس قوي طريبا أقل من شهر يعني وكنت بتتكلم عن التحديات القادمة لألعاب الصلاة في النادي الأهلي وقلت لنا تحديدا عن المدرسة الأسكنية وتكلمت عنها وتوقعت لها نجاح كبير جدا وقد كانت بتتكلم يعني إنجازات رائعة جدا على مدار بس يومين نادي أهلي حاصر على أكتر من بطلتين فخلينا نبدأ من هنا أكيد طبعا أنا أكسب أنا هوند لأن أنا كنت براهن معكم صحيح قبل كده بقول إن المدرسة الأسبانية وبرهن على نجاح الأسبانية مع النادي الأهلي لكن خليني قبل ما أبتدي وأتكلم عن طبعا الألعاب الجماعية وكل جديد في النادي الأهلي وتتويج النادي الأهلي بالألقاب عايزة أتكلم على طبعا لقطة مهمة جدا مبارح في تتويج السوبر المصري لكرة طائرة طبعا رجال وهي لقطة طبعا صورة معالي الوزير العمري فاروق ربنا يرحمه يا رب ويجعل مسواك جنة معالي الوزير العمري فاروق كان دايما داعم لي كل الألعاب دايما بيتواصل مع كل اللعبة واللعبات موجود دايما في المباريات موجود مبارح صورته الحاضر الغائب مع طبعا فريق كرة طائرة رجال موجود طبعا شقيقه الدكتور يشام العمري متواجد برضو زي ما كان أخوه أو شقيقه متواجد في المباريات فبجد دول يعني أنا لو قلت عن عائلة العمري فاروق فهي عائلة العمري فاروق هي عائلة الأهلي حب الأهلي في دمهم ونفس الصورة ظهرت في ماتش البرد والأهلي وبردين في المحل وكان برضو شقيقه الدكتور يشام العمري موجود في مباراة السيدات فطبعا بنقول ربنا يرحم معالي الوزير العمري فاروق ودايما الحاضر الغائب معنا نروح بقى للتتويج المهم وأتكلم في البداية عن مدرسة الأسبانية معنا صورة طبعا مهمة جدا عايزين نعرضها للتلات مدربين سواء الأسباني ديفيد ديفيز أو الأسباني أجوستي أو الأسباني مونزو أنا اتكلمت على التلات مدربين دوله قلت إن شاء الله هيحققوا نجاح مع النادي الأهل الأسباني ديفيد ديفيز أنا قلت أنه الحمد لله ماشي مع النادي الأهل بشكل كويس جدا عامل بطولات مع النادي الأهل الأسباني أجوستي طبعا الساحل غير كتير جدا من روح لعيبة نادي الأهل وقوى اللعيبة وشفنا شكل مختلف وشفنا بطولات كتير جدا وبنشوف المباراة الصعبة بيبان فيها الأسباني أجوستو الأسباني مونزو احنا قلنا إنه لسه الأسباني مونزو لسه عنده كتير لكن في بداية لما جاء الأسباني مونزو وانا كنت تكلمت في الموضوع ده قبل كده قلت إن الأسباني مونزو جاي مع مستقبل مع النادي الاهلي. عايز يعمل بطولات مع النادي الاهلي. وده اللي قدر انه هو يحققوا انه هو يتوج بأول لقب له مع النادي الاهلي بطولة الصبر المصري اللي بنبارك للنادي الاهلي وجماهيره على التتويق باللقب. لما جه او تم التعاقد معاه من إدارة النادي الاهلي اللي بنشكر طبعا مجلس إدارة النادي الاهلي ممثل فيه النشاط الرياضي بقيادة كابتن خالد العوضي. لما جي النادي الأهلي هو بص وشاف وعايز لعيبة صغيرة تلعب معه يعني يبقى عندك عناصر من الشباب وعناصر من الخبرة فإدر إنه هو يلعب ويسيطر على مباراة طبعا منافس صعب الزمالك منافس صعب إدر إنه هو طبعا النادي الأهلي حقق الفوس في الشوت الأول الزمالك حقق الفوس في الشوت الثاني لكن النادي الأهلي حقق الفوس في الشوت الثالث والرابع وإدر إنه هو يفوس بالمباراة ثلاثة واحد فاحنا كده بالنسبة لأجوستي وديفيد ديفيز والأسباني منزل تمحق تلاتة سوبر مصري من نادي الزمالك بس أكيد وجودهم هما تلاتة ومن نفس الجنسية يعني مش صدفة بأي حال من الأحوال أكيد فيه دراسة عملت يعني الحاجات دي ما بتجيش كده بشكل عشوائي ولا إيه أكيد طبعا إحنا لو بنتكلم عن إدارة النشاط الرياضي اللي ممثلة طبعا فيه الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي عفوا كابتن خالد العوضي مش مسؤول بس كابتن خالد العوضي بيبقى متواجد مع الفرق دايما بيبقى متواجد في المدرجات بيشجع زي الجماهير فلما الشغل تعمل من بداية الموسم أو الخطة لكل الألعاب أنت كنت عايز من بداية الموسم تطور ويبقى فيه نجاح لكل الألعاب دي وتقدر أن أنت تسيطر على كل البطولات خلال طبعا الموسم في كل الألعاب فتم طبعا دراسة الموقف دم تم تدعيم الفرق بكل طبعا الأجهزة الفنية وتم تغيير عدد كبير من الأجهزة الفنية سواء في السلة أو في الطائرة أو طبعا في اليد وكمان في الطائرة سيدات برضو جات قيادة فنية بس طبعا بمدرب مصري الكابتن إبراهيم فخر الدين فشغل ناجح بصراحة من إدارة النشاط الرياضي أنه يعتمد على مدرسة مهمة جدا أنا شايف أن هي مدرسة أثبتت نجاحها ما أثبتتش نجاحها بس مع النادي الأهلية أثبتت نجاحها كمان مع منتخب مصر بس إحنا لما بنقول يا رشاد المصطلح ده مصطلح المدرسة الأسبانية خصائصها إيه الستايل العام بتاعها الستايل العام أنا شايف من وجهة نظري أن المدرسة الأسبانية والشغل اللي واضح على الأرض موجود دلوقتي هو أن المدرسة الأسبانية هو بيجي بيدرس الموقف من البداية بيشوف أنه مش عايز يبقى الفرقة كلها عناصر خبرة بس وعايش الشباب يعتمد عليهم النادي الأهلي في المستقبل يبقى جيل يعني زي اللي حصل في كرة اليد النادي الأهلي قدر أنه يعمل جيل الحمد لله هيستحوز على البطولات ومستحوز على البطولات وبيحقق الفوس في كل مبارياته فمدرسة مهمة جدا نجحت بشكلها بتطويرها بشغلها المختلف مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر فأكيد هيتم الاعتماد أكتر الفترة اللي جاية على المدرسة الأسبانية أكيد في كل الألعاب كلام محترم طيب خلينا برضو نروح شوي وخلينا في كورت السلة بس عايزة روح سيدات هل تجربة أجوستي مع الرجال السلة؟ بمكن يبقى لها تأثير برضو إيجابي على سلة سيدات لأنهما برضو متقلقين أو متقلقات في الفترة الأخيرة بشكل كبير أكيد طبعا الأسباني أجوستي على فكرة بيبقى متواجد دايما في مباريات السيدات بيدعم طبعا الفريق موجود بيتفرج على اللعابات وبيتفرج على المباريات أنا بسمع أن هو كمان بياخدوا رأيه في حاجات يعني كاستشاري برضو في موضوع الأحيان لا أسباني أجوستي خلي بالك أن الرئيس خطاع الناشئين والناشئات برضو مدير فني أجنبي فهنا التطوير هنا الشغل واضح علشان يبقى في نجاح لأن النادي الأهلي ما بيقبلش غير بالبطولات والمركز الأول فإحنا عندنا قيادة فنية لفريق كورت السلة سيدات بقيادة الكابتن طاري خيري اللي عمل طبعا شغل محترم برضو مع اللعبات زي ما موجودة على الشاشة الكابتن طاري خيري عمل نجاح كبير جدا برضو طور من أداء اللعبات بالرغم من الإصابات والغيابات اللي عنده لكن بيقدر ينجح ويفوز ويمكن مبارح كان يوم أهلاوي بامتياز إدر طبعا كل الفرق يحقق والفوز في الألعاب الجماعية اليد الرجال بيفوز على هليوبلس السلة سيدات بيفوز على هليوبلس الطائرة رجال بيفوز على الزمالك وبيتوق بيء الصبر المصري فكل القيادات الفنية بصراحة شغلة بشكل محترم جدا مع فريقها بتتعاون رشاد هي دي النقطة أن أنت بتتعاون يعني زي ما كنت بقول لك اللقصوده من الجملة بتاعتي أن أنت عندك خبرة كبيرة زي جوستي مثلا في سلة رجال ما فيش حد بيقفل على نفسه كله بيتبادل الخبرات فهي دي حاجة أنا عرفاها في حضرتها وشفتها واسمعتها فدي حاجة نقطة قوية برضو مش موجودة لكامستر دي في أنديها كتير جدا يعني لأن المدير الفني لما بيجي النادي الأهلي أي مدير فني أو طبعا لو حتى مدير فني من ولاده هو عارف قد إيه قيمة النادي الأهلي وعارف قد إيه أن جماهير النادي الأهلي ما بيقبلوش غير بالفوز وبالبطولات وده اللي بيخلي بيبقى فيه نجاح واضح داخل النادي الأهلي فيه روح من لعيبة النادي الأهلي يمكن لعيبة النادي الأهلي لما بيخسروا بطولة لا هم بيبقى عندهم إرادة وعندهم أن هم عايزين الفترة اللي جاي حققوا بطولة عايزين يكسبوا لأنه هم الأحق ممكن يبقى فيه حاجات أنت عدم التوفيق دايما ساعات في المباريات هو اللي بيقبل طبعا وارد لخسارة أي بطولة لكن اللي بيحصل بعد كده هو اللاعب أو اللعيبة أنها مش بتبص لحتة أنها خسرت بطولة فتسقط على كده لا هم بيطوروا من نفسهم بيقدروا أن هم ينجحوا ويتوجوا بالبطولة بعد كده لأنه ده النادي الآهلي هم لعيبة النادي الأهلي ولعبات النادي الأهلي عارفون قيمة التشيرت اللي هم لابسينه لما بنجي نتكلم على نجاح ألعاب الصلاة في النادي الأهلي فنحن نتكلم على نجاح استثنائي مش نجاح عادي ومش وليل الصدفة بدليل الاستدامة اللي حصلة فيه ايه تاني من ضمن مرجعيات هذه الاستدامة في النجاحات اللي بتتحقق على مستوى ألعاب الصلاة الى جانب الاستعانة بالخبرات اللازمة والمدرسة الأسبانية اللي قاتت ثمارها مع ألعاب الصلاة في النادي الأهلي ايه كمان؟ من بداية الموسم أس كريم مجلس إدارة النادي الأهلي كان شغله واضح جدا وشغله ناجح جدا من بداية الموسم تم تدعيم كل الألعاب الجماعية بكل الصفقات اللي النادي الأهلي محتاجة انت وفرت كل شيء لكل الألعاب ما سبتش لعبة إلا لما دعمت وجبت محترفين يعني هنتكلم برضو عن قصة محترفين النادي الأهلي لأن محترفين النادي الأهلي في حتة تانية بصراحة فانت دعمت مجلس إدارة النادي الأهلي دعم مش دعم في بداية الموسم بس هو دعم كمان في يناير بالصفقات لأن طبعا الأجهزة الفنية لما بتطلب حاجة النادي الأهلي بيوفرها يعني وفر كل الدعم لكل الفرق وهو ده اللي خلى النجاح اللي موجود دلوقتي داخل النادي الآلي وكمان وجود كابتن خالد العوضي اللي شعلت نشاط بصراحة موجود دايما بيتواصل مع الأجهزة الفنية متواصل يعني أنا لو حبيت أقولها على كابتن خالد العوضي هو يعني شعلة ماشية على الأرض موجود في النادي بيقعد لحد ساعات طويلة جدا بيجتمع مع الأجهزة الفنية بيتابع بيباشر بيروح يحضر المباريات مش كمان إنه هو بيحضر المباريات كأنه مسؤول مدير عامل نشاط الرياض للنادي الآلي لا ده كمان بيشجع وبيبقى موجود في المدرجات وموجود مع جماهير النادي الآلي ويدعم الفرق فده صراحة اللي بنشوفه في النادي الآلي يعني ما بنشوفش ده في أي نادي تاني يعني أولاد النادي الآلي عارفين قيمة النادي الآلي وعارفين إن النادي الآلي ما بيقبلش غير بالبطولات فده الشيء الناجح أو التطور الملحوظ داخل النادي الأهلي ومنها بيجي بقى طبعاً البطولات وإحنا عندنا لعيبة برضو ما بتقبلش غير بالبطولات وبالفوز أنا زي ما قلت لك أساس كريم قبل كده إن فرقة النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي أو لعبات النادي الأهلي لما بيخسروا شوت أو بيخسروا طبعاً نقطتين ثلاثة أو بيفوزوا حتى بفرق سكور بسيط جداً بيزعلهم وهم فايزين فما بالك بقى أنهم إيه بيبقى على مدار الموسم عايزين يحققوا كل النجاحات وحتى في تصرحات المدرين الفنيين أو تصرحات اللعيبة لما بيطلعوا يتكلموا بعد أي مباراة هم خلص بيقولك إحنا أفلنا المباراة دي عندنا مباراة بعدها عندنا بطولة إن شاء الله بإذن الله نتوج بكل البطولات خلال الموسم فده الحاجة النجحة أو الشيء الناجح داخل النادي الأهلي خلي بالك من حاجة يا رشاد كمان التحدي الأكبر هو أننا أحافظ على النجاح يعني النجاح أي حد ممكن ينجح ممكن حتى الصدفة تخليك تنجح بس تحافظ على النجاح ده صعب بلاس بقى كمان لما أنت بتوصل مش بس التنجح أنت بتوصل لمقام يعني أعلى حاجة في كل الرياضات أنت بتكلم أن أنت بتكسب أعلى منافس لك موجود أكيد وبتكسبه أكتر من رياضة وبتكسبه موسم واثنين فأنت بتعلي سقف التوقعات وبتعلي سقف التحدي كمان وفكرة أن أنا أحافظ على النجاح ده يمكن مهم أصعب كمان أكيد طبعا والنجاح مش بسهولة يعني إحنا لو تكلمنا زي ما حضرتك طبعا أنا هوند قلت أن النجاح ده مش بسهولة أنت النجاح ده قدام منافس قوي ومنافس صعب عشان أنت ممكن تقول أصلي أن هذه الأهل يتوق ببطولة أمام فريق مثلا محترامي طبعا لأي فريق أمام فريق مثلا ضعيف أو فريق مش قوي أنت بتاخد البطولة من المنافس فالألعاب الجماعية الموسم ده محققين انتصارات كبيرة جدا يعني أنت على المنافس الأهلي يفوز على الزمالك 11 واحد هذا الموسم أو مش هذا الموسم جمعا نحن يعتبر لسه في نص الموسم فالأهلي محقق 11 واحد انتصار على النادي الزمالك فالنادي الأهلي أربعة فوز طبعا في كرة السلة رجال وتلاتة فوز لكرة اليد سيدات واثنين فوز ليه طبعا كرة اليد رجال وفوز طبعا ليه كرة الطائرة سيدات وتتويق بالصبر المصري وفوز للطائرة رجال وتتويق برضو بالصبر المصري فنجاح ملحوظ نجاح إن شاء الله بإذن الله يفضل الموسم ماشي على كده النادي الأهلي بيحقق نجاحاته وبطولاته ويبقى موسم سسنائي زي الموسم اللي فات ماتين نستعرض كده أبرز المستجدات في فرق ألعاب الصلاة في النادي الأهلي من حيث المحترفين يعني عرفنا كده عن المحترفين اللي موجودين في الفرق المختلفة في النادي الأهلي أكيد طبعا نحن نتكلم عنها عشان نتكلم على بطولتين مهمين زي طبعا بطولة الصبر المصري لكرة الطائرة رجال وسيدات فإحنا الطائرة سيدات بنشيد طبعا باختيار كابتن إبراهيم فخر الدين أو اختيار طبعا إدارة النشاط الرياضي للمحترفة تتيانا بوكان اللي عملت طبعا مباراة ولا أروع أمام طبعا نادي الزمالك حتى شفنا أن تتيانا بوكان أو المحترفة بعد كل نقطة بتسجلها فهي بتشاور على جمهور النادي الآله لعبة لسه جاية متواجدة في النادي الأهلي بس تحسن هي بنت النادي الأهلي فعلا يعني فروح فيه أداء فيه يعني شفت لها لقاء بعد طبعا مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك هي بتعيط بعد المباراة يعني لعبة لسه جاية النادي الأهلي ده اللي بنشوفه داخل النادي الأهلي بس احنا ما بنشوفهوش في أي نادي تاني فأنت اللعبة بتعيط إن هي تمام إيه واخد بطولة مع النادي الأهلي وعرف قيمة النادي الأهلي وعرف جميلين النادي الأهلي ومتفاعل طول المبرامة عن نادي الأقلي فده فعلا اختيار صائب لي محترفة زي تيانا بوكان قدمت مباراة قوية جدا ويمكن الكل أشاد بيها على صفحات التواصل الاجتماعي وكل كان بيروح حتى لما حضرت وهي دايما بتحضر مباراة الرجال برضو ويبتدعم فرقة طبعا الرجال امبارح فيه التتويج الرجال بالصبر المصري موجودة والكل راح يتصور معاه فقدمت بصراحة لو تكلمنا بالأرقام هي نكحة مع النادي الأهلي حتى الآن لسه طبعا عندنا منافسات طبعا قوية وأكثر بس بداية مباشرة لها جدا لكن بداية مباشرة جدا 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 للنادي الآن في الكرة الطائرة برضو رجال احنا عندنا اتنين محترفين الامريكي والكوبي جارس فانت برضو ماشيين بشكل كويس جدا بينجحوا مع النادي الأهلي عايزين يعملوا برضو مباريات قوية جدا فالاختيار للمحترفين في النادي الأهلي اختيار طبعا موفق مقدمين نجاحات مع النادي الأهلي حتى الآن ولسه منتظرين منهم المزيد في الفترة اللي جاي كلام محترم جدا هو الوقت بيجري يا رشاد بس انا عايزة برضو اكيد انا وكريم نروح معاك لبعض اندقات السريعة وانت برضو هرجع لنقطة انك بحكم متواجدك الدائم برضو في النادي الأهلي وفكرة برضو تواجدك ومتابعتك لالعاب الصلاة المختلفة وانت على علاقة قوية على فكرة بالفرق المختلفة انا عارفة الروح جوة بعد كل مكسب وبعد حتى كل درق بيحصل او خسارة خلينا نعرف ازاي الكمباك بتاع النادي الأهلي اللي الناس كتيرة بتقف عنده في اي خسارة انت عندك كامباك بيبقى تريع كمان وبتعود بشكل كبير دي اكيد لها كواليس خلينا نعرف منك طبعا انا لما دايما بتواصل مع لعيبة النادي الأهلي او لعبات النادي الأهلي او كل الفرق الجماعية او كمان الالعاب الفردية الالعاب الفردية برضو محققين نجاحات كبيرة جدا هو بيقولك انا بفرح النهاردة انا خلاص يعني بحتفل مع اسريتي او بحتفل مع جمهوري النادي الأهلي او بفرح بالبطولة في الملعب لكن خلاص انا بقفل الصفحة عندي مطش مهم جدا يعني يمكن لما بتكلم مع حد اقوله يعني خلاص اتبقى ايه خلصت البطولة فعايز بقى اللي هو ايه تفرح وتخرج وتتفسح وكلام يقولي لا ما فيش كلمة انا بجاهز لللي بعد انا عندي مبرى مهمة بعد بكرة او بعد يومين فما فيش وقت انا عايز ااخد البطولة اللي بعدها فده روح روح كبيرة جدا روح جميلة جدا ما بنشوفهاش غير داخل النادي الأهلي وهو ده سر مكسب طبعا النادي الأهلي وهي روح الفلنة الحمر الفترة الجاية بقى ان شاء الله ايه اهم التحديات القدامنا ايه اهم البطولات اللي هتشارك فيها فرق النادي الأهلي المختلفة احنا يعني ناخدهم التلاتة العاب كده سريعا كرة طبعا اليد رجال عندهم الدوري هو فيه توقف دلوقتي عندهم ان شاء الله المرحلة طبعا الختمية والمرحلة التانية من الدوري ده بالنسبة لليد ويد سيدات خلاص يعني اليد سيدات 13 14 15 تلاتة هم عندهم تلات مباريات هم مباريات الحاسمة من المرحلة طبعا الحاسمة للدوري لكن النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا هو عنده طبعا سموح الشمس الزمالي هو قدر يحقق الفوز في كل مبارياته عنده فوز وحيد فوز وحيد من التلات مباريات يتوق باللقب ويحتفظ باللقب ده بالنسبة لليد سيدات الطائرة رجال عندهم طبعا نصف النهائي الدوري إن شاء الله بإذن الله المرحلة الحاسمة والطائرة سيدات عندهم ربع بطولة الدوري برضو المراحل الحاسمة أو الأدوار الإقصائية عندهم برضو كاس عندهم بطولة أفريقيا الفترة اللي جاية كرة السلة طبعا رجال هيستأنفه يوم الخميس دوري السوبر بمواجهة طبعا الجزيرة اللي كان تم تأجيلها بسبب وفاية معالي الوزير العامل وفاروق وماشيين بشكل كويس جدا محاقين الانتصارات في كل المباريات السلة سيدات ماشيين بشكل كويس جدا دلوقتي في دوري السوبر إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق ويتوقوا بكل البطولات هذا الموسم بإذن الله رشاد رشاد قراءة ممتعك العادة وتوقعاتك دايما في محلها زي ما كلنا نتكلم شكرك جدا على وجودك معنا بشكرك أنا واندو بشكرك أسوال كريم نحن نشكرك وبشكر أننا يعني قناة النادي الأهلي أننا ببقى موجود معاكم دايما بنقل كل حاجة تخص طبعا الألعاب الجامعية بتنوارنا في كل مرة بتشرفنا فيها في البرنامج نشكرك يا رشاد وحنتلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني وآخر فقراتنا الحوارية خليكم معنا